شهدت كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بقرية الذكية مناقشة مشروعات تخرج الدفعة الثامنة لقسم الإعلام بكلية وتدور مشروعات هذه الدفعة تحت عنوان الإعلام والهوية رؤية للمستقبل بحضور نخبة مرموقة من كبار المسؤولين والشخصيات بالأكاديمية طلبة في قسم إعلام قدموا مشروعات جيدة جداً ومتميزة مواكبة للعاصل بتتحدث عن الهوية والإعلام قدموا نمازج مختلفة من البودكاست والأفلام التسجيلية والبرامج والأفلام الوسائقية فكان الحقيقة فيه مزيج من الاستخدامات المختلفة للوسائل الإعلامية الحديثة والقديمة مشروع مشروع احترافية على أعلى مستوى يعني ممكن تعرض على الشاشات والفودكاست في الإذاعة وفي كل مكان مستوى عادي جداً 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 تجارب نتجة وواضح أن المستوى عالي جداً هنا دفعة دفعة تمنى من كلية عملناها تحت عنوان الإعلام والهوية موضوع جديد وموضوع صعب لكن هي كانت الفكرة نحن عايزين نعلم الطلاب زي يكون عندهم ترسيخ لمفهوم الهوية في الخطابات الإعلامية وعلى مدار بقى طول الترموم والحضرات وورش عمل ومجهود ضخم جداً الحمد لله الطلاب استجابوا وكان كمان زميلي عضاية التدريس وأنا سعيدة قوي بالنتيجة النهاردة كل مرة يعني بنقول هتبقى حاجة صعبة بنطلع حاجة أحسن من قبلها وربنا بيكرمنا فيها إنما فعلاً هم كانوا مجموعة هيلة وأربع مشاريع كانت نكحة جداً جداً فده بيحسسنا إنهم ده هم حيبقوا أحسن وأحسن ترجمة نانسي قنقر